أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن الجهود التي يبذلها فريق عمل حلبة البحرين الدولية برئاسة سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة تبشر بأن مملكة البحرين مقبلة على واحد من أكثر مواسم الفورميلا والنجاح على الإطلاق منذ انطلاقتها قبل 19 عاما بالإضافة إلى جني المملكة لثمار هذا النجاح على مختلف الأصعدة بما في ذلك انتعاش مجمل أركان القطاع السياحي من فنادق ومطاعم وشركات تنظيم فعاليات ووكلاء سياحة وسفر وجذب أعداد غير مسبوقة من السياح والزوار الدوليين جاء ذلك خلال استقبال سعادتها للرئيس التنفيذي للحلبة حيث استمعت إلى شرح حول مرامج الحلبة وجاهزيتها لموسم البطولات الدولية والمحلية والفعاليات والتجارب لموسم 2022-2023 كما ناقش الاجتماع أيضا التعاون والتنسيق المشترك في جميع الفعاليات التي تستضيفها الحلبة على مدار العام بما في ذلك معرض البحرين الدولي للطيران وأكدت سعادتها خلال الاجتماع حرص وزارة السياحة على تقديم كل ما يلزم من دعم وتسهيلات لحلبة البحرين الدولية مشيرة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارة والحلبة للقيام بكل ما يلزم من مهام بسرعة وفاعلية من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلمان بن عيسى عن حرص حلبة البحرين الدولية على تحقيق الأهداف المشتركة مع وزارة السياحة لترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة للسياحة الرياضية ترجمة نانسي قنقر